موسيقى بشهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم بعث فخامة الرئيس عبدالربا مصرهادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى اسرة الشهيد عبدالله سالم النقيب مدير فرع البنك الاهلية اليمنية المنصورة الذي توفي مساء امس متأثرا بجراحي التي اصيب بها يوم الخميس الماضي اثناء تصديه للعصابة المسلحة التي هاجمت مبنى فرع البنك وعبر الرئيس الجمهورية في البرقية عن اصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الشهيد سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان قدم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز اهل سعود وعبر نائب الرئيس خلال تقديمه واجب العزاء عن تعازيه ومواساته لأصحاب السمو الملكي الامراء وللأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمهم الصبر والسلوان قدم رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر واجب العزاء والمواساة لأسرة وأولاد الشهيد عبدالله السالم النقيب في احدى قاعات العزاء بمدرية المنصورة واكد ان قتلة النقيب ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب مشيدا بدور الاجهزة الامنية في القاء القبض على العصابة موجها بسرعة محاكمة المتهمين لينالوا العقاب الرادع وفق القانون وحتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه العبثة بأمن الوطن والمواطنين والسكين العام ونوهى الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد الذي ضح بنفسه دفاعا عن الوطن ومقدراته ورفض الانصياع لمطالب العصابة الاجرامية قائلا النقيب سيظل في قلوبنا وقلوب كل يمني محب لوطنه بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزان ومواساة إلى أسر الجنود الذين استشهدوا إثر الحادثين الإرهابيين الغاشمين الذين استهدفا جنودا من الواحدات العسكرية والأمنية في مديرية عرماء بمنطقة حراد وشدد رئيس الوزراء على اللجنة الأمنية بالمحافظة على ضرورة ملاحقة منفذية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أفراد نقطة حراد الصحراوية والتابع لللواء ثلاث مشاه وأحد معسكرات الجيش في ساحل المديرية ما أدى إلى استشهاد وإصابة بعض أفراد قوات الجيش والأمن وأكد بن دغر بأن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع لمواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أهمية العمل المشترك بين كافة وحدات الجيش الوطني لإنجاز المهام الماثلة أمامها جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ورئيس هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن ناصر بارويس ووكيل شؤون الشهداء والجرحى لإقلام عدن علوي النوبة ومدير التموين والغذاء اللواء علي الكود وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال إعداد دراسة وقاعدة بيانات رسمية لكافة الشهداء موجها بتشكيل لجنة تعمل على رصد كافة الأسماء مرفقة بمعلومات دقيقة عن موقع استشهادهم محذرا من التلاعب بالأسماء والكشوفات أخبارنا من الميدان حرر الجيش الوطني مناطق الصيار والحود في معارك دارت مع ميليشيات الانقلاب جنوب تعز ووضح مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة تدور بين أبطال الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية حيث قتل أكثر من سبعة من الميليشيات وفر من تبقى منهم أمام هجمات للجيش الوطني تصدى أبطال الجيش الوطني في الجبهتين الشرقية والغربية من بيحان بمحافظة الشبوة لهجومين شنته ميليشيات الانقلاب وأكد مصدر عسكري أن أبطال اللواء 21 ميكا في الجبهة الشرقية أحبطوا هجوما للميليشيات على موقع الصفراء كما تمكن أبطال كتيبة الحزم والجبهة الغربية من إفشال هجوم مماثل على مواقع بعكيد بصوفة كما أكد وقوع عدد من القتل والجرحة في صفوف الميليشيات ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة